أظهر تقرير لمبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن خطر المجاعة لا يزال قائما بشدة في أنحاء قطاع غزة طالما استمر القتال بين إسرائيل وحركة حماس واستمرت القيود على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع أفاد هذا التقرير بأن أكثر من 495 ألف شخص أو أكثر من خمس سكان غزة يواجهون مستويات كارثية خطيرة من انعدام الأمن الغذائي وأشار التقرير أيضا إلى التضاؤل المستمر في مساحة العمل المتاحة للمنظمات العاملة في المجال الإنسانية والقدرة على تقديم المساعدات بأمان للسكان مع ترد الأوضاع وعدم استقرارها إلى حد كبير ترجمة نانسي قنقر